بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا مع سيرة المصطفى الحبيب المجتبى سيد الكونين وصخرة العالمين صلى الله عليه وآله وسلم نعيش هذه اللحظات نحاول أن نجتهد في فهم ما تركه لنا وقد ترك لنا خيرا تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعطرة أهل بيتي أخرجه الترمذي وفي غيره وسنته فترك لنا الكتاب والسنة وعطرة أهل البيت وهكذا ترك لنا خيرا صلى الله عليه وآله وسلم فاللهم جازه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته وافتح علينا به وقر عينه بنا يا أرحم الراحمين فارفع عنا البلاء والغلاء والوباء ببركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبو بصير وأبو جندل ذهبوا مع من أسلم من شباب مكة إلى سيف البحر اللي هي دلوقتي مدينة جدة وكانت مدينة جدة حينئذ لم تعد ميناءا بحريا وكان الميناء البحري الذي أنشأه عثمان بن عفان تحتها بنحو أربعين خمسين كيلو كده جنوبها ثم بعد ذلك نشأ ثغر جدة الذي نذهب إليه إلى الآن يمكن من نحو ألف سنة ويزيد لكن بعض الناس يقول لك اسمها جدة ليه؟ قال لأنه قبر حو فيها ما زال هناك مكان منسوب إلى قبر حو لكن الكلام ده منه السند ما نعرفش إذا كان صحيحاً ولا لا ولا من الصحيح لكن هي أصلاً جدة وعبد القدوس الأنصاري ألف فيها كتاب التحقيقات المعدة في وجوب ضم جيم جدة يعني تقول جدة هو الصح ما تقولش جدة ولا جدة طبعاً الناس كلها تقول جدة يعني المنتشر كده إنما هي أتت من جدة البحر بالضم يعني سيف البحر يعني شاطئ البحر جلس أبو بصير هناك عمله عريش كده وحاجات كده وتصرف من نفسه من غير كيان وتكلمنا في حلقة سابقة أن من لم ينتمي إلى كيان فتصرفاته منسوبة إليه فإذا فعل كياناً فتصرفاته منسوبة إلى الكيان سواء أعرف أفراده أم لم يعرفه وأوخذوا بصنيعه سواء أراده أم لم يريده ولذلك لم يكونوا كياناً إنما كونوا شيئاً شخصياً هكذا يعبر عن رأيهم لا يمس حقوق المعاهدة ولا ما كان بين سيدنا صلى الله عليه وسلم وبين المشركين ولا يتداخل في هذا الأمر لكن على كل حال شعر المشركون أن هؤلاء مهما كان أتبع نبيهم الذين آمنوا به وإن النبي برضو له كلمة عليه يعني معقول النبي هيقول له ويعملوا كده ومش يأملوا اسكتوا ومش يسكتوا تعالوا ومش يدعوا فذهب بعض أهل مكة إلى رسول الله يناشدونه الله والرحم نتوسل إليك إنك تلمبوا بصير الجماعة بتوعه عشان دول أرهقونا قالوا ما لأمهم إزاي إحنا مت في إيه إن إحنا اللي هيجي هرده لكم فما أقدرش إن أنا قويهم قالوا له لأ يا سيدي نعمل ملحق للاتفاقين والجماعة دول تنمهم عندك تحت سلطانك لأنه بينا وبينك إنه ما فيش حرب وهم كمان بيعملوا كده انتقاما مننا إن إحنا عجيبين البند نعمل ملحق إنه على السلام أدام ملحق يبقى رسمي في الاتفاقية وافق فرح فرح عمل ملحق للاتفاقية وتمام فأرسل إلى أبي بصير قالوا يا أبو بصير لم الأولاد عندك وتعلالي خلاص في ملحق جديد معاهدة والمعاهدات الدولية لازم تتطور ولازم يحصل فيها ملاحق عشان المصالح علشان الطوارئ علشان الظروف الجديدة ما فيش حاجة اسمها اتفاقية بقيت على فكرة كتاب الأمم المتحدة للاتفاقات الدولية أكثر من ألفين مجلد لم يبقى منها ولا اتفاقية عبر القرون كله تعدل أو تلغى فالاتفاقيات مصنوعة لتحقيق المصالح لكنها مؤقت لأن المصالح تختلف ففيش مانع نراجع كان بديف بس لازم نلتزم بيها لغاية من راجحها ونغيرها ونضغط ويضغط علينا هو الحياة كده بس ما نعملش حاجة خارج الاتفاقية لازم نلتزم بيها وإن كنت نشايف إنها ظالمة فاجرة أيها دي قضية تانية لكن في اتفاقية ولازم نلتزم بيها فالنبع السلام أرسل إلى أبي بصير فورجت يا باب بصير وتعالى أنت والأولاد كلهم إلى المدينة والحمد لله رب العالمين فوصل الكتاب إلى أبي بصير وهو في مرض الموت وهم بقتل المشركين خد سيف فالجرح تلوث بتاع إيه المهم لما الجرح يتلوث بعد عنك إيه تزيد الحرارة فقعد نايم مش قادر يتحرك وجاءه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره وأتباعه أن يرجع إلى المدينة فقبل الكتاب ووضعه على عينيه ففاضت روحه رضي الله تعالى عنه ومات ورسول الله راض عنه وهو قال له أنت مسائر حرب إنما راضي عنه دي حاجة ودي حاجة فجاءه أبو جندل ومن معه إحنا فين؟ في سيف البحر فدفنوه دفنوا أبا بصير في سيف البحر وبنوا عليه مسجدا دفنوه دفنوه وبنوا عليه عند القبر بتاعه مسجد يتصلى فيه يبقى مش كلهم راحوا المدينة دا لسه فيه ناس عشان تاخد الهاربين من الشباب المقهور من من يدخل الإسلام من مكة يبقى يروح يقعد في المحطة دي شوية وبعدين ايه يرجعوا مرة تانية إلى المدينة فدفنوه في سيف البحر يعني في المدينة دي يعني في سيف البحر اللي هو في شاطئ البحر وبنوا عليه مسجدا على العيال اللي بتقول ان سيدنا الحسين حراء ليه اصلوا فيه ضريح يعني فيه دريح بتاع سيدنا النبي وعمر وابو بكر موجود في المسج قال لدي كانت غلطة يا أولاد اللذين والنبي على السلام ربنا هيختار الغلطة للنبي ده اختار له احسن مختار لنبي تتخيل ان مفيش قبر نبي معروف وكل قبر منسوب الى نبي فيه شك اكتر واحد سبعين في المية سيدنا ابراهيم في الخليل بس سبعين في المية هل هناك عاقل من الجن او الانس او الكفار او المسلمين قالوا ان الذي بالمدينة ليس محمدا والله ما فيه فقد اجمع عليه اهل الخلق جميعا محدش فكر ابدا لا من المشركين ولا من الكفار ولا من المسلمين ولا من المؤمنين ولا من اهل الكتاب ولا من اي حد محدش محدش فكر ابدا ان الذي تحت القبة الخضراء انما هو غير محمد ده ايه بقى ده ده مش يقين ده واقع اسمه كده مش اسمه يقين ده ده واقع ده لا يختلف فيه سنان ولا يتناطح فيه كبشان بعد الفاصل نواصل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ودى ابو بصير مات وكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عينيه وفاضت روحه الشريفة فدفنه اصحابه في سيف البحر وبنوا عليه مسجدا والكلام ده كان على يام النبي يبقى المساجد بتتبني على القبور على يام النبي وبحثين كمان القرآن نطق بهذا قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا ولما تروح في فلادلفيا بعمان في الأردن تلاقي أصحاب أهل الكهف وقد بني عليهم مسجد زي المرسى أبو العباس كده ما هو المرسى أبو العباس مع ابن الحاجب مع مجموعة من أولياء الله والصالحيهم مدفنين تحت والمسجد وَبَنَوْ عَلَيْهِ مَسْجِدَةَ أَمَّا لِيَعْنِ إِيهِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ تزجد له كده ممنوع كده فيه شبهة الشرك مش كده وبس وقالت اليهود عزير بن ابن الله وقالت النصاء المسيح بن الله ده فعلا ده اليهود العزيرية عبدوا عزير لما جاء وفيه فترة طويلة بينه بن موسى فأملت طوراة من حفظه طوراة بتتحفظ وفيه حد حفظت طوراة فقالوا له ده أنت ابن الله انت يا عزير مش معقول تكون شخص عادي ده أنت ابن الله وراحوا مقال لهينه وعمليه انه ايه ابن الله اذا انا الان امام حديث انت مش فاهم معناه مساجد جمع مسجد ومسجد مصدر ميمي والمصدر الميمي يصلح للدلالة على الزمان والمكان والحدث من غير علم ناس ما فيش علم ما فيش علم بيتكلموا كده بما قد فهموه من بداهة الاتصال بالنصوص ولذلك قلنا لهم بلاش كيان وبلاش تخرجوا عن فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وتواضعوا للعلماء ما فيش فايت ولذلك كل واحد فيهم يقول على روحه شيخ فلان وهو لا شيخ ولا حال وحتى من كان من طلبة العلم من اتباعهم تجدوا لا شيء عنده والحمد لله رب العالمين ليه لانه اراد ان والعالم لا يعرف الفراغ يكمل نقصه بالانضمام الى الكيانات العجيبة الموازية الاسلام ليس هكذا الاسلام دين انتشر كانتشار الضياء في الضحى يا الشمس لما بتطلع ايه اللي بيخليها تنتشر كده البيئة بتاعة الغلاف الجوي هي اللي بتخليها تنتشر بس هي واحدة اما اللي في المراية دي تعكس المراية على الشمس وتقعد تلعب بها في عين اخيك مااش هي دي الشمس ما هيش للازية دي الشمس للضياء والدفق والنبات والعمارة اما اللي في المراية دي الازية تحرق بيها تعكس بيها وقادي الكيان الموازي في سيف البحر دفنوا وبنوا عليه مسجد علشان الناس لما تيجي تصلي لهربين من مكة وابو جندل واخوانه رجعوا الى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن الان بنتكلم امتها بنتكلم بالشكل ده في اواخر الحجة سنة ستة وبدايات سنة سبع المحر في المنطقة ده هي حصلت كل الاحداث دي قلنا القعدة حصل فيها الحديبية رجعوا خدوا لهم بتاع سبع تمنت يام عبن ما رجعوا المدينة وبعدين قعدوا في المدينة فاجه ابو بصير وراهم القصة بتاعته ابو بصير كذا بعتوله استنقذوه عملوا الملحق كله ده وصلنا لغاية نهاية ايه نهاية ستة وهنبتدأ بها مرحلة جديدة خالص في بدايات سبعة لما اسس الدولة هكذا بدايات سبعة لها برنامج هذا البرنامج يبدأ بمخاطبة ملوك العالم مخاطبة ملوك العالم ابتدى بقى ايه يوسع الضياء مش بس مدينة ومكة ومش عارف خزاعة وكذا لا الضياء بقى يمشي كده فبدأ يكتب الى الملوك في المحرم من السنة السابعة فارسل الى النجاشي كتابا فالنجاشي حط الكتاب على رأسه كده وبهي انه كان بيحب النبي عليه الصلاة والسلام وشايف انه النوع السلام ده نبي هو ده نبي اسلم النجاشي بعد كده وجاوب سيدنا الرسول اجابة حلوة كويسة في امانة الله ان انا وصلني الكتاب بتاعك وعلمت ما به وكذا يعني كده وارسل حاطب ابن ابي بلتعة وكان يجيد اللسان الرومي الى بنيامين اللي هو المقوقس كان اسمه بنيامين وكان يحكم مصر من اسكندرية اسكندرية كانت هي الايه؟ العاصمة الاولى فجاء له حاطب وعرض عليه الكتاب المقوقس رجل فاهم ورجل مؤدب فبعت للناعة السلام وهو قال له حاطب كتب له كتوبة برضو يعني كتاب رضع الكتاب بس قال له حاطب نحن على دين النصارى ولا نريد أن ننتقل من ديننا فقال له حاطب إن دعوة محمد مر عليها فكون مسلما ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الحلاوة دي؟ ايه الجمال ده؟ بيقوله فيه حد قالك تسيب النصرانية؟ ما احنا معترفين بالنصرانية؟ ده هو بيقولك فيه دين بيعترف بالنصرانية بس الزمن هتيجي فتدخل فيه بس فالمقوقس كتب لسيدنا أتاني كتابك وقرأته وعلمت ما به وكذا إلى آخره وإني أهديك يعني فيه ود فيه كلام فيه ود وإني أهديك بغلة وجاريتان هما من أعاظم الروم الجاريتين دول اللي هما السيدة ماريا والسيدة السيرين من أعاظم الروم وثوب حتى كده أطنية مصرية حلوة ساعتها كان مصريين مهتمين بالأطن كده وثوب وزق عسل من بنها اللي هي بنقول عليها بنها دلوقتي ولذلك المنسوب إليها يقول بنهاوي بنها واسمها دلوقتي الغاية دلوقتي ايه؟ بنها العسل بنها العسل لأنها بعتوا ليها من بنها ده ايه؟ لسيدنا زق عسل عسلا بيض أيوه والغاية النهاردة بتنتج برضو العسل وعسلها كويس نمر واحد يعني أطفى أولى وبعدين واني سأفكر فيما عرضته علي يبعزاً هيفكر النجاشي طلع مؤدب والمقوقس طلع مؤدب المصيبة بقى في كسرة اللي راح له الجواب فرح أطعوا بالسيف كده وقتل الرسول اللي حم فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك قال اللهم يعني حطم أو يعني ملكة أو مزق ملكة اللهم مزق ملكة فتمزق وراح خلاص ولما كان بقى ابنه بيعمل عليه حيلة أنه هو يقتله فكسرة جاب سم وحطه في حق وكتب عليه من برة اللي ياخد من الحاجة دي يعيش على طول ما يموتش اكسر الحياة فالولد الغبي رح شافه في المقتنات اللي ورسها عن ابوه اللي أتله فرح شربه فمات فقالوا لم يقتل ميت حياً إلا هذا أتله فلما أتله وخلص خلاص كده هو تولت أخته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوماً ولوا أمورهم امرأة يعني يعني فارس مش هتفلح لأنه كسر الجواب قوم الناس فكرت إنه بيشتم في الستات ما هو دي بقى جاية منين جاية من أخذ النص من سياقه يا جماعة ما تقروا اللي قابليها واللي بعديها يقول لك لأ حط دي جنب نقصات عقل ودين جنب مش عارف إن مرأة تسجد لزوجها جنب كذا 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 تطلع في النهاية المرأة دي لازم نرميها للقطط الدين مش كده الدين بيقول لك إنه كان لما الستات بتشكي من الرجالة يشد عن الرجالة شوية ويقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله النساء شقائق الرجال فالستات تتمرع قوي فييجي الرجالة يشتكوا فيقول لهم الكلام ده اصبروا شوية ده كذا إلى آخر ففيه لازم تقرى مع بعض مش تقرى حاجة دون حالة طيب إذن بدأنا في السنة السابعة فإلى لقاء آخر نبدأ بكم هذه السنة في برنامجها من كتابات الملوك ومن حرب خيبر وتحريرها إلى لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة